بموجب مذكرة موقعة من 58 برلمانياً أردنياً من أصل 130 في مجلس النواب. يكثف المجلس جهده من أجل التوصل لقرار يمنع استيراد الغازي من إسرائيل. رئيس اللجنة القانونية النيابية أكد أن لجنة قانونية قامت بدراسة هذا المقترح بكل أبعاده القانونية. وسيتم وضع مقترح القانون لكي يقرر مجلس النواب الرأي بشأنه الأحد المقبل. وسيتم إرساله إلى الحكومة بما يتوافق مع الإجراءات. في وقت سابق صرح رئيس الوزراء عمر الرزاز أن الحكومة بصدد مراجعة كل اتفاقية الطاقة. مشيراً إلى أنها تحتاج إلى مهلة زمنية للإجابة عن التساؤلات. وفي المقابل دافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة إنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة. كما تؤكد شركة الكهرباء الأردنية أن التعاقد مع شركة نوبل إنرجي كان الخيار الأخير بعد انقطاع الغاز المصري. مشيرة إلى أن ديونها المتراكمة بلغت حوالي ثمانية مليارات دولار. كما حذرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالزواتي من أن ثمن التراجع عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي. يبلغ مليار ونصف المليار دولار. ويدفع مرة واحدة كشرط جزائي. ولا تلقى اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل منذ توقيعها قبل نحو أربع سنوات قبولاً في الأوساط الشعبية والبرلمانية. مجلس نواب الأردني كان طالب الحكومة في مارس الماضي بإلغاء الاتفاقية. إلا أن المحكمة الدستورية أكدت أن الاتفاقية لا تتطلب مغافقة مجلس الأمة بغرفته.